بتستأنف اليوم الاثنين مصابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد توقف دامة لخمسين يوما بعد أحداث استاد الدفاع الجوي في فبراير الماضي حيث تقام الآن أربع مباريات وهي سموحة مع طلائع الجيش على ملعب استاد الأسكندرية والمصري بيستضيف المقاولون العرب في استاد الإسماعيلية والتحاد الشرطة بيواجه وادي ديجلة في ملعب كلية الشرطة وإنبي بيولاقي الاتحاد في ملعب بيترو سبورت فيما تختتم اللقاءات بالداخلية مع الزمالك في الرابع والنصف على ملعب استاد السويس الجديد